عايزة اروح مع حضراتكو دلوقتي لنقطة مهمة جدا وهي اعارات النادي الاهلي النادي الاهلي بيتبع سياسة مهمة جدا منذ حوالي ثلاث سنوات عملية الاعارات اللاعبين المميزين عنده في اكتاع النشئين بالنادي الاهلي اللاعبة دي بتطلع اعارات الهدف من الاعارة رقم واحد اكتساب الخبرات من خلال مشاركة اللاعبين في الدوري الممتاز والمرتبة التانية هو استفادة فنية بس الاستفادة اصدر المالية المالية مش هي الهدف على قد ان الاستفادة الفنية هي هدف النادي الاهلي ولجنة التخطيط علشان اللاعبة المميزة في كتاع النشئين علشان تخرج برة تكتسب خبراته ترجع مرة اخرى لنادي الاهلي شفنا في نادي سموحة ناصر ماهر ما شاء الله ادى مواسم قوية رجع مرة اخرى لبيته وان شاء الله بعد عودته من الاصابة يكون لنظور كبير شفنا صلاح محسن كمان وعودته مرة اخرى للنادي الاهلي شفنا اكرم توفيق شفنا كمان احمد ياسر ريان بيقدم مباراة قوية مع السيراميكا كليو بطرة وان شاء الله من المحتمل برضو عودته مرة اخرى فدي اعارات ممتازة يعني بتؤدي الهدف او الغرض منها عايزين نروح مع حضراتكم علشان نشوف اللاعبة اللي خرجت من قطاع النشئين السنادي عندنا ما شاء الله اعارات مميزة جدا اعارات سواء في سموحة احمد عبدالقادر ومحمد عبدالمنعم ومحمد شكر وزا ما احنا شايفين دلوقتي مع حضراتكم على الشاشة عمار حمدي عمار حمدي من اللاعبة المميزة جدا موليد تسعة وتسعين عمار حمدي مع الاتحاد السكنداري السنادي لعب تسع مباريات احرز هدف في مباراة بيراميتس امام الاتحاد السكنداري وصنع هدفين صناعة فرص على المرمى خمس فرص نسبة التامريات الصحيحة واحد وسبعين في المية فمشاء الله عمار حمدي عامل موسم رائع او اكثر من رائع مع الاتحاد السكنداري اعطا نروح للعيب تاني ولعيب مهم جدا ولعيب بيقدي مباراة قوية جدا مع فريق سموحة اللاعب احمد عبدالقادر بعد ما رجع من عودة الاحتراف النادي الاهلي فضل انه يعيروا عشان يكتسب خبرات عشان فرصته هتكون قليلة السنة دي مع الفريق الاول لعيب مع فريق سموحة تمن مباريات سجل هدفين الهدف كان فيه المقاولين في الدور المنتاز وكان امام دي كيرنس فيه كاس مصر صنعته الاهداف صنع هدف تامريات الصحيحة 100 من 125 نسبة التامريات الصحيحة 80% المراغات الصحيحة 24 من 35 ومشاء الله كابتن احمد سامي يعني نجح فيه تغيير اداء احمد عبدالقادر مشاء الله يعني بوظفه في الملعب توظيف راقة نروح لواحد تاني برضو محمد عبدالمنح ودي لعارة تانية ليه فيه سموحة عدد مبارياته 11 مباراة نسبة التامريات الصحيحة 84% استخلاص الكرة 86 قطع التامريات 87 لالتحامات الهوائية 60 نروح بعد كده لمحمد فخري محمد فخري في البنك الاهلي محمد فخري عدد مباراة 4 مباراة نسبة التامريات الصحيحة 81% لالتحامات الهوائية الصحيحة 5 بعد كده شادي ردوان ايضا في البنك الاهلي شادي لعب ماتشين عدد مباراة 2 نسبة التامريات الصحيحة 63% العربي بدر بعد كده في الجونة لعب خمس مباريات مع الكابتن ردش حتى صنع هدف نسبة التامريات الصحيحة 82% للتحامات الهوية الصحيحة 7 بعد كده صالح نصر صالح نصر أيضا من اللعبة المميزة جدا لعب فيه مع ودي دجلة أربع مباريات نسبة التامريات الصحيحة 62% والضغط على المنافس الصحيح 3 من 3 فارس محمد فارس محمد هو البكرايت بتاع مصر المقصة رح لهم فيه انتقالات يناير لعب ماتشين نسبة التامريات الصحيحة 89% الضغط على المنافس 5 من 5 دي أرقام اللعبة المعارة لعبة النادي الأهلي اللي خرجوا السنادي علشان ياخدوا خبرات كبيرة في الدور الممتاز مشاركتهم ماشاء الله والنادي الأهلي أيضا والمسؤولين في النادي الأهلي بتابعوهم بشكل مستمر ودائما فيه اتصالات